اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن فريق البحرين يحرص على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأضاف معالي أن هذا تكريم لجهود أعضاء فريق البحرين بأجمعه وهو نتاج الإنجازات المتميزة التي تحققت لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله وبتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال تسلم معالي جائزة أفضل وزير عربي في حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز الحكومي العربي والذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور معالي السيد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي السيد أحمد بلغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء العرب وذلك في مقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن فخره واعتزازه بهذا التقدير بالحصول على هذه الجائزة المرموقة مشيدا بمبادرة جائزة التمييز الحكومي العربي التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التمييز المؤسسي وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة في الدول العربية مؤكدا أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير العمل الحكومي بما يخدم مستقبل المواطن العربية كما ثمن معالي فوز مملكة البحرين بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب عن المشروع الوطني لامع وجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع عن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وذلك ضمن جائزة التمييز الحكومي العربي وفي هذا الصدد أكد معالي أن النجاحات التي يحققها قطاع الشباب والرياضة هي ثمرة الجهود والدعم المتواصل من سموب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مهنئا الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على حصول برنامج العقوبة البديلة والسجون المفتوحة على الجائزة وما يمثله الفوز بالجائزة من تمييز المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها وزارة الداخلية وسعادت السيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بتحقيق المشروع الوطني لامع الجائزة والإسهام الكبير للبرنامج في زيادة تمكين الشباب البحريني وتوجه معالي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الحفل على مبادراته الرائدة لتطوير مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم العربي كما ثمن جهود حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية في تنظيم هذه الجائزة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التمييز الحكومي العربي ومبادئ التمييز والابتكار لصناعة مستقبل أفضل كما أعرب معالي عن شكره وتقديره لإدارة الجائزة وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية لتنمية الإدارية على الثقة التي أولوها له بهذا الاختيار وأكد أن هذا التكريم يشكل حافزا لبدل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من التمييز والابتكار في العمل الحكومي مثمنا جهود جميع الكوادر البحرينية التي تسهم بفعالية في تحقيق تطلعات الوطن والمواطن الجدير بالذكر أن جائزة التمييز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي في الدول العربية وتسلط الضوء على التجارب الناجحة وتحفيز الفكر القيادي وتعزيز مبادئ التمييز والابتكار بما يساهم في تحقيق التطلعات المستقبلية يواصل فريق البحرين بكل عزيمة وإيرادة تحقيق الإنجازات على كافة المستويات المحلية والدولية وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقد جاء آخيرا فوز معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بجائزة أفضل وزير عربي ضمن مبادرة جائزة التمييز الحكومي العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية ليعكس التقدير الدولي لجهود أعضاء فريق البحرين وتمييزهم ومتابعة إنجازاتهم على صعيد التنمية والنمو والاقتصادي معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة منذ أن تولى مسئولية وزارة المالية حرص على تعزيز دور الوزارة ومساهمتها في تحقيق الإنجازات الاقتصادية التي انعكست إيجابا على الاقتصاد الوطني ووفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عزز معاليه من دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني في دعم القطاع المالي والمصرفي وهو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني استمرت البحرين في تحقيق مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية مع توفير بيئة جاذبة للشركات والمؤسسات المالية الأقليمية والدولية ويمثل فوز معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة بهذه الجائزة المرموقة تقديرا دوليا لأعضاء فريق البحرين ونجاحاتهم في العمل الاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر